اشتركوا في القناة والحماس مع سن الإذاع مع سن الإبداع والامتاع تتواصل أشواطنا تتواصل من بعد التتويج تتواصل هذه الأثار كذلك الحاضرة في ميدان المرموم كالعادة عبر شاشة دبي ريسنج مباشرة على الهواء ينطلق الشوط السادس في أشواط مساء هذا اليوم أو الشوط السابع الشوط السابع في أشواط مساء هذا اليوم مشاهدين متابعين الكرام سابع أشواطنا الخاص بالبكار المحليات الإذاع الذي تنطلق فيه فيه كبيرة من المشاركات شعارات أبناء القبائل في الست كيلومترات بحث وأمال كبيرة عن الفوز والناموس أبحر في عمق الميدان مع دانات الأصالة تتصدر المجموعة تقود المشاركات الذهيبة الذهيبة وياتي أحمد بن بخيت بن غنام الهاملي تتصدر المجموعة تاتي في المركز الثاني وتتقدم احتياط احتياط وياتي سعيد بن سيف بن محمد الشدي المنصوري بينما المركز الثالث الصايلة في ثالث المراكز وحميد بن راشد بن حميد الأغويص السويدي تتقدم على المركز الثالث أما المركز الرابع منه أمبارك بن سالمين بن أمبارك العامري يقدم منه ويمني النفس بالفوز والناموس المركز الخامس من الجانب الآخر تدخلت وشوفوا لي رغمها خامس المراكز الذي تنطلق هذه اللي هي قشمرة غشمرة علي بن بخيت المسافري يتقدم على المركز الخامس بينما المركز السادس الشاهينية تتواجد ياتي مطرب سيل اليبهوني الظاهري المركز السابع وصلت لقاء ليجمعنا بكم اللقاء في المرموم هذه لقاء ناصر بن خالد بن ناصر بن عبد الله المسند تتقدم على المركز السابع أما المركز الثامن أشوف الدخول من صروح صروح وياتي حمود بن سعيد بن حمود العفاري يقدم لنا صروح بشعار سفير لصالة المركز الثامن وصلت فيه لغزيلة مسلم بن حمد بن قناص العامري المركز التاسع هذه مراسيل محمد بن سلطان بن قران المنصوري والمركز العاشر اللهي العاشر شعار بن عنزان الذي ينطلق في هذه اللحظات في هذا الاندفاع هذه السمحة هذه السمحة سعد بن عنزان النعيم يتقدم في هذه اللحظات على عاشر المراكز الله الله يا هذا شوط الله يا هذه الأسماء خلف العشر المراكز سيل وشعارات أبناء الخليج الواحد أبناء القبائل القادمين يلميدان المرموم على الرحب السعى في هذا المهرجان الختامي الكبير وهذه الإذاع في شوطنا السابع المحليات الأصائل تنطلق بحث عن الفوز والناموس عودة مشاهدين العزاء بعدكم ما للنداء الأول للعشر المراكز الأول نعود إلى المركز الأول نتابع المقدمة اللي تسيطر وبن غنام أم سيطر على مقدمة شوط الهام ليقود مساري هذا الشوط الذهيب يا الذهيب 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 تسيطر على مقدمة الشوط ياتي أحمد بن بخيت بن غنام الهاملي اللي يقودها ويتابعها ويركز في مسارها المركز الثاني المركز الثاني احتياط وعندها احتياط احتياط ياتي سعيد بن سيف الشدي المنصوري يتقدم على ثاني المراكز المركز الثالث لقاة تاتي في المركز الثالث لقاة تقدم ناصر بن خالد بن ناصر المسند يقدم لنا لقاء هذا المساء يقدم لنا لقاء هذه الانطلاقات المركز الرابع صروح يا صروح أحمود بن سعيد بن حمود العفاري يقدم لنا صروح في هذا الشوط لينطلق مع صروح هذا الشوط مع هذا الاندفاع شوفوا الاسم الجديد وصلت مياس ووصل بالدويس سعود بن عبد الله بالدويس الشامسي يقدم مياس يقدم مياس الله يا هذا الشوط الله يا هذه الاسماء صالت وجالت في العام الماضي في اللقاية غدمت الكثير من الانجازات أتت في سن الإذاع في سن الإبداع وصل بن قران كذلك في هذا الانطلاق في هذا الاندفاع على المركز الخامس في هذه التحديات المركز السادس أيضا وصل توحيش وصل توحيش بشان بن محمد بن فهد الرزق العجمي يتقدم يتقدم العجمي في هذه اللحظات وغدوم كذلك من قبل سمح سعد بن عنزان النعيمي يتقدم في هذه اللحظات وصل وتحرك وصلت الشاهينية مطار بسهيل اليبهوني الظاهري في هذا الشوط الكبير في هذه الأسماء العملاق والغوية على أرضية هذا الميدان الموقف حساس الأسماء متقاربة من بعضها الإيذاع متقاربة من بعضها البعض هذا يدل على التركيز على التكتيك يلا يلمضمرين يلا يلمسائرين لا زالت في المركز الأول لا زالت مسيطرة من البداية الذهب الذهب في مكان الذهب الذهب في مكان الناموس الذهب الذهب احمد بن بخيت بن غنام الهاملي من احد شباب الغربية القادم يلا هذا الميدان في المرموم سفير الاصالياتي مع الصروح حمود بن سعيد بن حمود العفاري على المركز الثاني وتتخدم في المركز الثالث مراسيل يا مراسيل محمد بن سلطان بن قران المنصوري وصول وتحرك في هذه اللحظات وقدوم من السمحة سعد بن عنزان النعيم هكذا مشاهدين العزاء عوده للمراكز الأولى عوده للانطلاق الأول في هذا المسار انطلقت ولا زالت الذهيب لا زالت الذهيب الأقرب لسيارة مهرجان المرموم الأقرب للزعفران ولكن بن قران مراسيل والذهيب لا زالت لا زال الهاملي 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 أحمد بن بخيت بن غنام الهاملي يتربع على عرش المقدمة واصل بن بيشان واصل بن الزفن الصروح يا صروح وطيارة اليابوني طارت وبن قران واصل وبن رشيد واصل كذلك الله 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 يا الموقف راح سفير الاصالة سروح حمود بن سعيد بن حمود العفاري يتقدم المشاركين يتقدم يلا يا ابو حمدان راح مع المتار الأخيرة سيارة هذا الشوت أن نقتف المرموم ثمينة أن نقتف المرموم جميل للقاية على أرضية هذا الميدان يا سلام سروح حمود بن سعيد بن حمود العفاري فاري يتقدم صفير الاصالة ويتقدم الماهر كذلك بمتابعتها سعود بن لحوش روهيبي يا سلام راسيل في المركز الثاني محمد بن سلطان بن قران المنصوري المركز الثالث الشاهينية مطر بن سهيل اليابوني الظاهري المركز الرابع وصلت فيه حيشة لبيشان بن محمد بن بيشان العجمي والمركز الخامس قدمت الذهب الأحمد بن بخيت بن غنام الهاملي شوط مشاهدي العزاء كان مثير للقاية تحيات وسلام لأهالي الفوعة في هذا المساء في هذه الانطلاقات شكرا بحمدان تهانين والناموس لسفير الاصالة هذا بنشوف توقيتها الزمني مشاهدين متابعين الكرام صروح في تسع دقائق وثلاث ثواني وستة اجزاء من الثانية تهانين والناموس على فوزي صروح بهذا الشوط بعد هذا التنافس الشيق والغوي والجميل المركز الثاني المركز الثاني مراسيل محمد بن سلطان بن قران المنصوري تسع دقائق خمس ثواني وستة اجزاء من الثانية توقيتها الزمني المركز الثالث من وصلت في الثالث المراكز اللي وصلت الشاهنية لمطر بسهيل اليابهوني الظاهري كذلك خدمت اداء جميل ورايع للقاية تهانين وناموس لجميع الفيدي